اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج افكار للمستقبل لكل امة ذات حضارة تاريخ تعتز به وتختلف درجة الارتباط بهذا التاريخ والافتخار به بين الافراد والشعوب بين مقدس ومهول وبينهم درجات فلماذا ندرس التاريخ وهو احداث مضت وانقضت هل التاريخ علم ام سرد لاحداث مضت وانقضت فقط كتب التاريخ ألم تكتب باشراف السلطة الحاكمة للاجابة عن هذه الاسئلة ولمناقشة موضوع كيف نفهم التاريخ يسرنا نستضيف الدكتور عبد كريم بكار في حلقة جديدة من برنامج افكار للمستقبل مرحب بكم دكتور هيك الله مبارك صدور كتابكم التاريخ كيف نفهمه وكيف نستفيد منه الله يبارك فيكم صدر ولم اره بعد ان شاء الله يصل بإذن الله دكتور لماذا ألفتم هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أحييك وأحيي الأخوات المشاهدات والإخوة المشاهدين ألفت هذا الكتاب الحقيقة انطلاقا من رؤيتي لأهمية فهم عمل المؤرخ وأهمية فهم التاريخ ودوره في تشكيل الوعي دوره في فهم الحاضر دوره في استشراف المستقبل وأنا أقول دائما أنه التاريخ بالنسبة للأمة تاريخ أي أمة بالنسبة إليها هو مثل ذاكرة الفرد مثل الذاكرة بالنسبة للإنسان يعني ذاكرة الأمم هي تواريخها وتصور معي شخصا أمامك لا يعرفك أو هو لا يعرف ماذا فعل من ساعة أو لا يعرف ماذا كان يعمل من عشرة أيام كيف هذا يمكن له أن يعمل كيف يمكن أن تعيش معه أصلا وبالتالي دائما الأمم تحاول أن تتلمس بعدا زمنيا لها والذي نسميه التاريخ ما يسمى بالأمجاد الأمجاد هي أحداث تاريخية فحتى يكون لأي شعب مجد وتاريخ مجد ويكون له شيء يعتز به هو يحاول أن يعود إلى التاريخ وحتى يقال أن الأمم التي ليس لها تاريخ تحاول أن تصنع تاريخا يعني ما أحد يحب أن يقول أنه أنا والله مجهول الهوية وأنا أبي غير معروف وجدي غير معروف وأصلنا غير معروف هذه شتيمة هذه شتيمة ابن مبارح هذه شتيمة وإن كان مرة قرأت مقولي جميلي أن أمريكا يعني الولايات المتحدة محظوظة لأن لديها القليل من التاريخ والكثير من الجغرافيا يعني لديها رقعة واسعة إلى قارة ولديها تاريخ قصير تاريخ قصير فهي لا تتكئ على منجزات الآباء والأجداد تتكئ على ما تنجزه السواعد اليوم فهذا أحد الوجوه يعني هذا الوجه الآخر جميل هذا الوجه الآخر بعض الكتاب يقولون العرب واليونان هما الآن متخلفون لاتكائهم على تاريخهم ومنجزاتهم الماضية يعني هذا الكلام صحيح نسبيا لما أنا لا أتخذ من جهود السابقين يعني ما أخذها بشكل رمزي لأتخذ منها وقود للعزيمة لأتشبه بهم في الإنجاز وفي العمل كما فعل أجدادنا المسلمون وأباؤنا ولكن يعني ليس لي من عمل إلا أن أفتخر بما صنعوه هنا يصبح التاريخ مشكلة يصبح مشكلة يصبح الذي ما عنده تاريخ أفضل ليس الفتى من يقوله كان أبي ولكن الفتى من يقولها أنا داع يعني يتحول التاريخ إلى عبء بهذه ممكن يتحول التاريخ إلى عبء إذا ما أحسننا التعامل معه ولذلك أنا كتبت هذا الكتاب وكل أمل أن نستفيد من تاريخنا ونحن نعتز طبعا بالحضارة العظيمة التي بناها الأباء والأجداد وبناها المسلمون نفتخر بهذه الحضارة ويحق لنا أن نفتخر لكن بما أن الحضارة وبما أن التاريخ هو جهد بشري فدائما يمكن أن نتعظ به في الجانب العيجابي وأن نتعظ به أيضا في الجانب السلبي تاريخ أعمال ناس غير معصومين والحقيقة اللي بيدل دلالي قاطعة على أهمية التاريخ الذكر الحكيم القرآن الكريم يعني ثلث القرآن الكريم هذا ليس قليلا نحكي عن 200 صفحة نحن ثلث القرآن الكريم كان يتحدث عن التاريخ عن الأمم السابقة لو لم يكن لهذا الأمر شأن عظيم في حياة الإنسان ما هتم القرآن الكريم به هذا الاهتمام الاهتمام الكبير الحقيقة وبالتالي يجب أن تكون لدينا ثقافة تاريخية ووعي تاريخي وفهم لعمل المؤرخ وفهم للموسعات التاريخية وقيمة الدراسات التاريخية وقيمة السيار الذاتي والسيار الغيري وأن كل هذا نبني حوله تصورات صحيحة نبني تصورات صحيحة حول هذه القضايا وهذه المسائل نعم دكتور لو سؤال أكاديمي نوعا ما التاريخ هل يعتبر علم أم هو رواية للأحداث؟ يعني نحن عندنا أصل وواقع الحقيقة الأصل ابن خلدون طبعا في المقدمي شن على المؤرخين الذين جعلوا من كتبهم عبارة عن سرد للأحداث يعني تراكم أخبار متراكمة بينما لما منقول علم لما منقول علم معناها نبحث في الأسباب نحلل الوقائع نرجح الروايات يعني لما منقول علم العلم فيه حجاج فيه نقاش فيه تاريخ للمراحل فيه تاريخ للأدوات فلما أكون أنه أنا أقول والله حصل في اليوم الفلاني كذا وكذا 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 طيب ثم أنتقل إلى اليوم الذي بعده ثم الذي هنا يصبح سردا للأحداث وهذا وقع فيه الحقيقة معظم المؤرخين يعني أنا مثلا أعتز الحقيقة بشخص مثل الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي وهو محدث ومؤرخ مؤرخ عظيم صحيح أعتز به أكثر من كثير من المؤرخين لماذا؟ لأن لديه رؤية نقدية لما يروي يعني طبعا هو لا يطبق هذه الرؤية في كل شيء ولكن لو طبقها في 5% من كتابه لكان هذا ميزة له على غيره هذا ميزة له على غيره أنه هو ينقد بعض ما يروي لأنه أن تكل ما تكتب أن تسرت الأحداث وتكلها جميعا لتأويل القارئ هذا عبئ على القارئ لا يستطيع احتماله أنت لا تكتب لطلابك أنت لا تكتب لطلاب قسم التاريخ أنت لا تكتب لأساتدة التاريخ أنت تكتب للناس إذن أنتم نستم مع الذي يقول من أسند فقد حملك المهم أنا أسند وأنت أدرس الإسناد وأنت حقيق أعتقد أن الإمام الطبري رحمه الله وهو إمام وشيخ المؤرخين بلا منازع كان همه أن يكتب موسوعة تاريخية كان هذا هو الهم الذي يسيطر عليه وأعتقد هو صرح أن العمر لم يبقى فيه الكثير فكان مهموم أن يكتب موسوعة في الحديث أو موسوعة في التاريخ يعني كان هذا له همه في التفسير طبعا تفسير الطبري وفي التاريخ فهو لا يستطيع أن يمحس الحوادث التاريخية وأن يكتب في نفس الوقت موسوعة تاريخية يعني أنت مخير بين أن تمحس فتكتب القليل وبين أن تكتب موسوعة تاريخية تكتب الكثير لكن مع القليل من التمحيص ولذلك الرجل قال لك أنا ترى أوي ما سمعت ولكن أنا لا أمحس ما أقول لأنه ما أنا قادر على التمحيص ولو أراد أن يمحس فالكتاب الذي يستغلق الموسوعة التي تأخذ عشر سنوات تحتاج إلى خمسين سنة تماما مثل طالب الدكتوراه طالب الدكتوراه الآن أحيانا يكتب مائتي صفحة مر طالب في إحدى الجامعات البريطانية أخذ شهادة الدكتوراه بصفحة ما هي هذه الصفحة؟ هي حل لمعادلة رياضية بطريقة جديدة وابتكرى صفحة واحدة أخذ فيها الدكتوراه لكن سأله كم جلس فيها؟ ربما ثلاث سنوات فأصحاب الموسوعات كانوا ينقلون ولم يكن عندهم وقت للتمحيص ولذلك رووا عن من هو موثوق وعن من هو غير موثوق وتقع المسئولية بعد ذلك على من بعدهم لا تقع على القراء القارئ خمسة في المئة في القراء أقل من خمسة في المئة واحد في المئة من القراء يمكن أن يرجح رواية على رواية بما لديه من معرفة تاريخية لكن معظم الناس غير قادرين صحيح لكن هذا عبء المؤرخين الجدد وعبء طلاب الدراسات العليا وأساتذة الجامعات أن يمحصوا جوانب من التاريخ أو الجوانب المهمة والمراحل المهمة إذن بعض المؤلفين كان همه أن يجمع كل ما وصل إليه من روايات نعم وترك لمن بعده أن يمحل سويدا أنا أشبههم بالإمام السيوطي الإمام السيوطي رحمه الله معروف أنه دور في 611 يعني في مفتتح القرن العاشر له تقريبا بين 400 إلى 500 مؤلف ما بين كبير وصغير إبداعه الأساسي ليس في الأفكار الجديدة التي ساقها إبداعه الأساسي في أنه حفظ لنا أقوالا وآراء من كتب هي الآن غير موجودة حتى يقال أنه حفظ علوم من الاندثار نعم حفظ حفظ علوم من الاندثار فعلا فأصحاب الموسوعات هذا فضلهم الأساسي ولذلك لا يجوز أن نتكل عليهم ونأخذ كل ما يأخذونه بدون تمحيص لماذا؟ لأنهم ما محصوا فإذا لم نمحص فنقع حينئذ في أوهام لا حصر لها وقضية التمحيص ليست قضية سهلة نعم ولا يستطيع أحد أن يمحص وأن يقول القول الحاسم في كل شيء حتى التمحيص هو اجتهاد ولذلك هناك نقد وهناك نقد النقد وهناك تمحيص وهناك تمحيص التمحيص هناك تمحيص التمحيص وأبن خلدون الذي عاب على المؤرخين في مقدمته وهو ابن خلدون رجل عظيم يعني أنا من الأشياء الطريفة أنا عادة ما أتحدث في المنامات ولا لكن لما كتب كتابي الوعي الحضاري هذا الموضوع مهم دكتور اسمح لنا بفاصل ثم نستكمل إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الكريم بكار حول كيف نفهم التاريخ دكتور كنتم تحدثون عن منام عن ابن خلدون رحمه الله منام عيه عادة من فكرين يبتعدون عن المنامات الحقيقة بس أنا لأنه له مغزى أنا كتبت كتاب عن مدرسة الوعي الحضاري وقلت إن مؤسس هذه المدرسة هو ابن خلدون وقلت إن عمادها في العصر الحديث هو مالك ابن نبي رحمه الله رحمة الله عليه وعلى ابن خلدون قبل شهور ما عد أذكر خمس أشهور تقريبا ستة أشهور سبعة بعام 2020 بعام كورونا نعم رأيت في المنام مالك ابن نبي رحمه الله وهو نزل ضيفا عندي ولكن لفترة طويلة يعني أقدرها بعشرين يوم فيوم نظر في مكتبتي وقال ما هذه الطبعة من مقدمة ابن خلدون هذه طبعة فاخرة فعلا أنا نظرت أنا عندي مقدمة ابن خلدون وقرأتها ربما من أكثر من عشرين سنة لكن الطبعة التي لفت نظري إليها مالك في مكتبتي فعلا يبدو أنها فاخرة قال لي ما هذه الطبعة الفاخرة لمقدمة ابن خلدون فنظرت إليها وأخرجت قلم وقلت له سأكتب لك إهداء عليها وأهديك إياها ثم استيقظت قبل أن أكتب الإهداء الشاهد في هذا أنه ابن خلدون أرسى قواعد مهمة جدا في قضية العمران وقضية فهم الواقع وفهم التاريخ وعمل المؤرخين عمل عبقر بما تعنيه الكلمة لكن لما جاء وكتب تاريخه المبتدى والخبر الذي يقع في ستة مجلدات لا ترى أثرا للمقدمة في التاريخ حتى تكاد تقول أن كاتب المقدمة هو غير كاتب التاريخ حال الله لأنه لم يمحص الشيء التمحيص الذي دعا إليه في النظر في المتن والنظر في الخبر وليس في الإزناد لم يفعل هذا في تاريخه لماذا؟ لأن عملية التمحيص هي عملية شاقة جدا اليوم من يقوم بهذا الحقيقة أقسام الدراسات العلياة؟ وهذا يدل دكتور أن الذين ينظرون ليس من الضروري أن ينجحوا في التطبيق ربما يبدع بالتنظير ويأتي من يبدع بالتطبيق طبعا هو دائما الإبداع في التنظير أسهل لماذا؟ لأننا لما ننظر خارج قيود الزمان والمكان لما نأتي للتطبيق تطبيق محفوف بالإمكانات كما أقول دائما الروح محدودة بحدود الجسد الجسد هو الأدوات هو الظروف هو الإمكانات التي تحيط بالإنسان اليوم أقسام الدراسات العليا أقسام التاريخ الدراسات العليا عبر سلسلة هائلة من الرسائل التي تكتب فيها تمحيص للتاريخ صحيح فيه وفيه يعني مستويات لكن هذا هو الاتجاه الصحيح صحيح دكتور ما الفرق بين علم الحديث وعلم التاريخ؟ يعني هل هما ما الفروق بينهما الفروق الجوهرية؟ يعني خلينا نقول أولا أن علم الحديث استفاد كثيرا من علم التاريخ استفاد كثيرا في معرفة سير الرجال وتوثيقه أنت تعرف أن المحدثين أنشأوا علم الجرح والتعديل وأنشأوا علم الإسناد وأنشأوا علم الرجال وهذه العلوم كلها في الحقيقة متكئة على علم التاريخ لأن هذا الرجل الذي نريد أن نعدله أو نحكم عليه سنعود إلى سيرته الذاتية صحيح فاستفاد أيضا في قضية الترجيح بين الروايات وتاريخ الرواة ووفاة الرواة أن فلان توفي قبل أن يولد فلان وقبل أن يروي عن فلان أو كان سنه كذا استفاد الحقيقة المحدثون كثيرا من علم التاريخ لكن الفرق الجوهري أن اهتمام المحدثين في الأساس هو نصب على الإسناد نحن نعرف أن من شروط الحديث الصحيح هو ما نقله عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علا من غير شذوذ ولا علا شذوذ ولا علا تتعلق بالمتن وقضايا الضبط والعدالة والاتصال السناد هذه تتعلق بالسناد يعني بالرجال لكن عمليا أكثر من ثمانين خمسة وثمانين تسعين في المئة من الجهد انصب في الحقيقة على الإسناد وهذا منطقي لماذا؟ لأن مهمة الراوي هو أن ينقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يعتقد أنه قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله ولذلك هو لا يتدخل في المتن الراوي الأصل في الراوي ألا يتدخل في المتن إلا يعني تغيير كلمة موضع كلمة يعني نوع من التصرف البسيط في المعنى لكن هو لا يصنع قصة ولا يأتي بأشياء بعيدة عن ما قاله عليه الصلاة والسلام هذا هو شأن روي الحديث والمحدد المؤرخ له شأن آخر المؤرخ في الأساس هو لا يروي عن شخص آخر يعني الآن أنا وقعت واقعة عندي في مجلسي أو أنا كنت في الشارع ورأيت حدثاً ثم ذهبت وكتبت عن هذا الحدث يعني لو رأيت سيارة دهست شخصاً هذا إذا كان شاهد عيان هذا إذا كان شاهد عيان أو معاصر للحادثة نعم نعم طبعاً لأن هذا هو المؤرخ في الأصل أو سيكون يروي عن غيره لكن المهم في النهاية هناك من شاهد صحيح الذي شاهد الحادثة خليني أقول الذي شاهد الحادثة هو لما يصف الحادثة لا ينقل توصيفها عن أحد صحيح هو يصف ما رأى طيب هل كان ما يرأى هو فعلاً وهو يرى ويفسر طبعاً هو سيقول لك هذه السيارة كانت مسرعة بسرعة 120 وفلان حاول أن يتلافاها لكن كان منشغل بجوال أو كان منشغلاً بشيء أو لم يكن منشغل إذن هو هنا لا يروي شيئاً عن آخر وإنما هو يصف ما رأى طيب لما قال بسرعة 120 هذه السيارة كانت ماشي هل كان قوله صحيح؟ تقدير لو سألت شاهداً أقول لك لا 120 هذا مبالغة أصلاً السوق مزدحم والمكان مزدحم وما ممكن السيارة تمشي أكثر من 40 وإلا بتدعس كل ثاني واحد يأتي واحد آخر يقول لك لا الحادثة ما كانت في سوق مزدحم لا نعم المنطقة مزدحمة بس لما في هذه المساحة كان السوق غير مزدحم أهام إذن هنا المؤرخ عمله مختلف عن عمل المحدد وعملوا أدق من عمل المحدد لماذا المحدد يروي؟ يروي لكن المؤرخ يصف يصف الشاهد يصف والذي يأخذ بقول هذا الشاهد يعتمد هذا الوصف أيضاً فبالتالي وضعه مختلف ولذلك الروايات التاريخية تحتمل من النقد أكثر بكثير مما تحتمله الأحاديث أكثر بكثير ولسيما أنه أحياناً واقعة تكتب عنها خمسين صفحة ما عندنا حديث أو رواية حديثية نكتب عنها خمسين صفحة الحديث غالباً حديث كلها قصار كلها أسطر وهو قول أو فعل بسيط بسيط تاني ثلاثة أسطر أربعة أسطر خمسة أسطر أما ما فيه واحد حديث مئتين صفحة في بعض حوادث تاريخية كتب عنها ثلاثون صفحة وأربعون وخمسون صفحة صحيح دكتور هناك من يقول أن تاريخنا يهيمن على واقعنا والبعض يقول العكس واقعنا يعني عقلية تفسير الواقع تهيمن على تفسير التاريخ ما الصواب بين هاتين وغيرتين الحقيقة أنه معظم الناس معظم الناس يهيمن تاريخهم على حاضرهم لماذا؟ لأن معظم الناس يميلون إلى التقليد يعني الإنسان الأمي الإنسان بسيط الثقافة يقول لك والله أنا أفعل كما كان يعني أنا قرأت مرة لكاتب كبير كبير جدا توفي من فترة قصيرة أنا أعرفه لكن لا أحب ذكر الأسماء والده كان أيضا من كبار الكتاب في الأربعينيات والثلاثينيات من القرن الماضي يعني كاتب كبير كان فتحدث عن أبيه وعن تدين أبيه وقال أنا أبي كان متدين لأنه مرة رأيته يدعو في ليلة القدر أو شيء لكن ما كان ما رأيته يوما ما يصلي ثم ماذا قال؟ قال وأنا تديني أنا قرأت فيه مذكرات هذا الرجل قال وأنا تديني كتدين أبيه وهو كاتب كبير مشهور جدا وقال أنا تديني كتدين أبيه يعني لا يصلي ولا يعني ما في شعائر في إيمان أو شيء فشاهد في هذا معظم الناس حتى بعض المثقفين هم أسرى للماضي وأسرى للتاريخ وأسرى للعادات وأسرى للتقاليد وأسرى للمقولات وأسرى للصور الذهنية المتوارثة دائما عندنا صور ذهنية عن المراحل عن الأشخاص عن الحكومات عن الوقائع في صور مختزنة لدينا فمعظم الناس هم أسرى حقيقة للتاريخ ولكن كلما تعلم الإنسان أكثر كلما فهم أكثر كلما وعى أكثر يتحرر يتحرر من الماضي يعني بصير له رؤية جديدة للماضي لأنه يصبح لديه ميزان ثقافي الوعي يولد لدينا موازين يساعدنا على القيام بمحاكمات عقلية واسعة يصير فيه محاكمة أنه أنتم تقولون كذا وكذا وأنا أقول هذا الأمر لم يثبت أو هذا الأمر رواته غير ثقات أو هذا الأمر فيه مبالغة أو هذا الأمر فيه روايات تعارض ما تقول وبالتالي هؤلاء الحقيقة الوعي الناضج لدينا يجعلنا نقوم بتفسير جديد للتاريخ والتاريخ أين يكمن في الأساس؟ التاريخ يكمن في تفسيره يعني التاريخ هو عبارة عن مواد غير ناطقة من الذي يستنطق التاريخ؟ يستنطق التاريخ من يفسر التاريخ؟ يحلل اللي بيفسر التاريخ ويحلل التاريخ ويبين الدوافع الدوافع هو الناقد هو الناقد الذي وبالتالي كلما ازداد وعينا ازداد تأثيرنا في التاريخ لماذا؟ لأننا من خلال النقد التاريخي نقدم التاريخ للناس بتفسير جديد بقية معنا دقيقة واحدة وبرؤية جديدة إذن معظم الناس هم أسرى للتاريخ والعلماء الكبار المحققون اللي عندهم رؤية ووعي وفكر هؤلاء يؤثرون فعلا في التاريخ من خلال عرضه بتفسير جديد وبرؤية جديدة ومن هنا نفهم لماذا هناك نوع من القتال الثقافي على تفسير التاريخ في قتال ثقافي بين المذاهب بين الأيدالوجيات بين العلماء بين أهل الأحزاب في قتال على تفسير التاريخ لأن تفسير التاريخ تعني كتابة جديدة للتاريخ جميل أشكركم دكتور بقي معنا بعض الأسئلة وحقيقة موضوع التاريخ موضوع شائك ومتشعب نرجع له حلقات إن شاء الله إن شاء الله أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغرس أفكار المستقبل اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر اثناء اغرس أفكار المشاهدين على حسن المستقبل